مشاهدين الكرام مرحبا بكم على يورونيوز وتيرة الأحداث تتسارع في الجزائر استجابة لمطالب المتظاهرين القضاء الجزائري قام أمس في وقت متأخر بإداعي رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رهن الحبس الاحتياطي رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب استدعي إلى مركز الشرطة ثم حول إلى مركز قضاء الجزائر قبل أن يتم استجوابه من طرف وكيل الجمهورية ومن ثمة توقيفه وتحويله إلى سجن الحراش عن هذا الملف وعن إشكاليات أخرى يلتحق نؤبنا من الجزائر الصحفي السياسي رياض هويلي رياض هويلي مرحبا بك على يورونيوز سيد رياض هويلي تتبعتم أمس عملية استدعاء ثم استجواب فتوقيف وترحيل أحد أهم رجال الأعمال في الجزائر يسعد ربراب كيف تم ذلك؟ أولا تم ذلك في إطار فتح تحقيقات من قبل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني على إطار خطاب الذي وجههه قائد العركان الأسبوع الماضي حيث طرب من العدلة بفتح كل الملفات ملفات الفساد السابقة والآنية والتي يعتقد أن فيها شبهة خاصة أن هناك الكثير من الحديث عن قبايا متعلقة بالرشاوة واستغلال النفوذ واستغلال أموال غير مستحقة ومزايا غير مستحقة نعم إذن تحركت فصيلة الأبحاث ووضعت قائمة لرجال أعمال وسياسيين أيضا بدأ التحقيق في ملفاتهم من بين هؤلاء كان رجل الأعمال يسعد ربراب المدير العام لمجمع في بيطال وهو أهم وأكبر رجل أعمال في الجزائر نعم كانت هناك أيضا حملة توقيفات في المؤسسة العسكرية برأيكم من يقف وراء هذه الحملات؟ أولا توقيفات يقف وراءها القضاء القضاء هو الذي تحرك الآن منذ تحريره بعد سقوط نظام عبد العزيز بوتفريقا الجزائيا لكن خليني نقول أنه قيادة الأركان في إطار تحديد المرحلة المقبلة افتطى أعطت للقضاء كل الحرية في تحريك ملفات الفساد وأيضا يعني الملفات التي يعتقد أنها تخالف القوانين ويعني لها تجاوزات واضحة وصارقة هناك ترقب لكلمة قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح خلال الساعات المقبلة من البوليدة هل في نظركم هناك إعلان مهم سيتم الإعلان عنه؟ قد يكون ذلك بالنظر إلى السياقات السياسية والتطورات التي شهدتها الجزائر في المدة الأخيرة على إيطة الاستقال رئيس المجلس الدستوري وأيضا قضايا الفساد التي فتحت على باب واسع لأنه اليوم قائمة طويلة جدا لرجال الأعمال الذين ينتظر التحقيق معهم في قضايا الفساد وعيدنا حتى أسكريين وربما حتى إعلاميين يعني المسألة هو الداخل في إطار مشروع للتحقيق في كل القضايا التي فتحت والتي يعتقد أن العدلة لم تكن بدورها في المرحلة التابقة تحت بغط نظام عبدالعزيز بوتفليقة نعم ما هي الخيارات التي ترونها مناسبة لتجاوز الأزمة الحالية في الجزائر؟ الخيارات المطروحة الآن أنه على المستاجل رحيل عبدالقادر بن صالح من عرص الدولة ورحيل حكومة بدوي على أن يأتي هناك رئيس دولة معين مقبول شعبيا لمرحلة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر يتم خلالها تعيين حكومة تصريف أعمال مع قطعات نظر في بعض المواد الدستور وتشكيل هيئة عليا لتنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات مع سحب تنظيم الانتخابات نهائيا من وزارة الداخلية التي تعتبر جهاز بيروقراطي يعني مختص في تزوير خليني نقولها مختص في تزوير وبالتالي فتح المجال أمام عملية سياسية شفافة نظيفة نازيها تفتح المجال أمام تكافؤ الفورص في المناسبات الانتخابية وبالتالي تنظيم رئاسيات قبل نهاية السنة شكرا لضيوفنا الكرام وشكرا لمتابعتكم نلقاكم في عدد قادم وملف جديد